بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله ولي وصحبه ومن ولا اهلا بكم في حلقة جديدة من سنة ولا كمبيوتر برعاية موقع تعلموا فكرة تقديم محدسكم امراهيم عبد الحميد منتاج واخراج احمد شفيق نادا متغامر المنصورة مصر ارخام التلفونات زيو 16 50 47 329 زيو 17 52 72 76 الاهميلات learnonlineoneatgmail.com ferrogroupatyahoo.com النهاردة هنبدأ في حلقة تانية من تعليم الويندوز او تعليم اساسيات ومبادئ الويندوز مع الباوربوينت اللي عملها الدكتور عاطف رائع جزاء الله عنا خير نبدأ باسم الله الرحمن الرحيم ويندوز اتنين يعني حلقة تانية من الويندوز معالجة الملفات او الفايل التريتمنت يعني التعامل مع الملفات في ناس تانية بسميها الفايل مانجيمنت يعني برضك الادارة الملفات الفايل تريتمنت او معالجة الملفات بنقول ان الكمبيوتر بيتكون من اول مرحلة من مراحل تقسيم الكمبيوتر هي المحركات الدرايفز اللي احنا نشوفهم حالا درايفز دي احنا بنسميها باسامي او الكمبيوتر بيسميها باسامي اه حروف الانجليزي اي بي سي دي اي اف جي اتش كده لحد الزد كويس فالحروف الانجليزي ستة وعشرين حرف هو بيسميها باسامي الحروف دي غالبا دلوقتي بنسمي احنا من اول السي يعني الا والبي معدوش بيقوموا ودين ليه لان الا والبي معمولين اصلا الفلوبي ديسك الفلوبي اللي هو المستطيل اه اصلي مربع اللي شكله اصمر ده اللي هو شكله مربع طبعا نظر لعدم استخدام الفلوبي وانه عد اه موضة قديمة ادواتي فما عدش احد بيستخدمه في نفس الوقت ما عدش احد بيستخدم ايه 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 او بي انما اللي عندهمش هتلاقي بدقين من اول السي غالب الناس هتلاقيهم بدقين من اول السي فهتلاقي الدرايفات مكتوبة كده سي دي اي اف جي اتش كده خلاص بيخلص الاول هارد ديسك عسب ما انت مقسمه بتقسمه وتقسمه اربع ا� اف جي ما تحب اا وبعدين بيخش بقى في ال ديف دي والسي دي بعدهم وبعد ما بيخلص الهارد ديسك وتقسماته بيخش بقاة يسمى ايه السي دي والدي في دي فارد اول مراحلة مراحلة تقسيم كله على بعض المشكلة لا انا بقسمه حتت اقسام فكل قسم منفصل تاني بشكل او باخر طبعا لو حصل مشكلة كبيرة هتحصل في كله اكيد طبعا بس لو حصل مشكلة في جزء من الهارد هتبقى في القسم ده بس بدلا ما هي ايه تتعمم على باقي الاقسام بعد كده منخش في الدرايفات نلاقي في حاجة اسمها فولدرات اللي هي اول ما منخش على الدرايف اول ما منخش على الدي او الاي او الاف طب انا ليه ما قلتش السي لان السي غالبا بيقافل ويندوز وبقافل برامج اللي مستطابة فغالب الناس ما بيحبطوش في قلب سي حاجة حاجة يتشغلها يعني بتخش انت عدي او الاي او الاي او او جي حسب ما انت مقسم الهارد بتاعك يعني وبتخش تشغل حاجات اللي جواه انما السي ما فيش حد يتشغل منه حاجة لانه ايه لانه يعني يعتبر اه جزء كده متعلق بكمبيوتر نفسه السي ده برطشها متعلق بكمبيوتر نفسه كمبيوتر بيحط فيه الفايلات اللي هو بيحتاجها عشان يشغل نفسه بعد المجلدات هنقل المجلدات جواها فايلات طب هل ينفع الفايلات تبقى مش موجودة في مجلدات ينفع ينفع الفايلات تبقى مترمية في قلب الجهاز كده محتوطة طبعا شوية بس يفضل طبعا ان هي بدل ما تكون محتوطة طبعا شوية كده انتحطوا مجلدات يعني مسلا نعمل مجلد الاسلاميات ومجلد للصوتيات مجلد المرئيات مجلد البرامج الهندسية مجلد برامج معالجة الصور مجلد للملفات التعليمية ومجلد للملفات الاطفال كده فكل مجلد دخش هلاقيه فيه كل ما يتعلق به ده الناس اللي ما يتبقى جهاز لكن طبعا فيه ناس زي حالتي كده طبعا آآ الجهاز بتاعهم اقوله داخل في بعضه يعني فيه حد بيعفع يطلع منه حاجة غير صاحب الجهاز نفسه لو ضغطنا ضغطتين نقرم مزدوك على ماي كمبيوتر هنلاقي قدامنا ماي كمبيوتر مفتوحة خلاص طبعا دي ماي كمبيوتر من الصغارة يعني يعني النفذة معمول لها ايه تصغير يعني مش مالية الشاشة تمنى الشاشة امتى لو ضغطت على الزرار ده هتلاقيها مالية الشاشة خلاص ماي كمبيوتر دي هو عايز صيد معاك مكونات النفذة فانلاقي before we head on our list عاجات بس في الويندوز بشكل عام سبت. انما في البرامج بيضاف منها ويحزف اليه. بيضاف اليها ويحزف منه. فانا عندي فايل وبعدين ايدت وبعدين فيو وبعدين 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 تولز وبعدين خلاص طبعا هنفصلنا احنا اجزاء من هزي القوائم في اجزاء من السلسلة واللي متوقع ان شاء الله هنفصله او هنكلم بالتفصيل عنه في اه اجزاء اخرى من السلسلة. بعد كده بتاع ايه اه اه مش كتب هنا هو اه ما كتبش يعني الكتابة ناقصة. المفروض ان هو يكتب اه مش شريط الادوات لا شريط الايه شريط اه الادوات القاسية او شريط الزراير القاسية. هم? اللي هما الموجودين عنده لهم عندنا الباك والأب والآآ ده باك وده 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 وانا في شوية حاجات كمان ممكن نضيف وحاجات كتير. خلاص? بعد كده عندنا تحت هو هنا نسي آآ ده اسمه الادرس بار. تمام شريط العنوان. طب شريط العنوان ده بقدر اخش منه على اي مكان على الجهاز وكمان اقدر اخش منه على النت. اكتب هنا اسم الحاجة اللي انا انا اخير قبلي عليه هو اضغط 세 وانا حافظ اسمها اه اكتب اسمها او مسارها. يعني ايه مسارها؟ يعني اكتب ان هي موجودة في حاجة جوا فاكتب ده بالترتيب اللي الكمبيوتر عارفه او بالطريقة اللي الكمبيوتر عارفها فيقوم الكمبيوتر من دخلني على العطول. لو كتبتو غلط او بشكل الكمبيوتر ما عرفوش مش هيخش العليق. زو بارشت الحالة بقولي هو انا بعمل ايه دو وقت. يعني وانا بفتح صفحة اتنين تا هيقول لي مسلا لو ما افتح جوجل هيقول لي اوبنينج www.jougl.com يبقى انا بفتح موقع جوجل لو انا لسه بفتحه لسه موقع ما تفتحش بعد كده بيقول لي لا ده انت بتعمل كزا هيقول لي لا ده انت معلم عشوات حاجات شوف هنا قال لي ايه ستاشر يعني انت هدوات بتتفرج على المحتويات بتاع الحكاية دي ستاشر زي ما احنا قلنا هو هو هنا عنده على فكرة ممكن بعض الويندوز بعد اه بعض السوات الويندوز او بعض الويندوز اللي احنا مستطابة عندنا بيقرأ الفلوبي هو مش موجود يعني بيبقى قال لك ان في فلوبي وهو انت اصلا ما عندكش فلوبي فتلاقي عندك ده موجود وانت ما عندكش خلاص بعد كده قلنا زي زي ما احنا قلنا سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام ان لحد الاي لحد الزيت تمام دي حاجة اه طبعا وما شكلهم هيبقى عندك زي الشكل ده في برامج في صوفت وير بيغيروا يخليها تعملها ايكونة لو انت عايز مش عاجبك الشكل ده وعايزها تبقى اشكال تانية في برامج بتساعدك على ان تبقى تبقى اشكال معينة وانك تعمل الصورة تخليها ايكونة تعمل كل اللي انت عايز يعني عندك طبعا الشرط التمرير من هنا بتقوم شده يعني ضغط عليه لما اقول شده او لما اقول سحبه يبقى بتضغط عليه وما تشيلش ايدك وتحركه وتسحبه كأنك بتسحبه في الحقيقة يعني ده شريط التبنيه عندنا طبعا التحكم اه يبقى دي اسمها انا كنت الناس ايه يبقى ده الشريط ده اسمه يعني شريط الادوات القياسية شريط الادوات القياسية لان الادوات ديت الحاجات اللي موجودة هنا ديت كلها اسمها ادوات قياسية يعني كل دولات اداء قياسية يعني ايه اداء قياسية يعني اداء شائعة استخدام فهتطهالك اه في مكانة واحدة بحيث ان هي بتستخدمها كتير فعلى طول تلاقيها يعني بدل ما تجيبها هما كل الادوات دي وكل الحاجات الموجودة طبعا في القوامل الفوق القوامل الفوق بتشمل كل حاجة الحاجات التانية دي بتاعها حاجات مساعدة بحيث انك تصل لحاجة بسرعة نرجع لكنترول دي الزرارة اللي بتخيلها تحكم في نفس يعني هتحكم فيها يعني اقفلها او صغرها او اكبرها او او اغطسها في قلب التسكبار لو انت افتحت عندك التسكبار هتلاقي النفاس المفتوحة كلها موجودة تحت في قلب التسكبار طبعا انا عرفنا من الفيديو اللي فات يعني التسكبار اه فنبدأ نخليها تخش جوه التسكبار ايوة علامة الغلط ديت اللي هي اللي هي غلق نقفله العلامة ديت لما اضغط عليها هيعملي اللي هو مستطيل الواحد ده او المربع الواحد ده فهو ضغط عليها هيكبر لي النافسها خليها ليتيم للشاشة بقى هيصغرها 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 يحطها جوه التسكبار بحيث ان هي تبقى يعني تبقى مفتوحة طبعا انا عرضا تدعم على التسكبار تقوم تقبلي اضغط عليها ضغط واحدة شمال تقوم тобой تقبلي طبعا الكلام ده احنا شفنا اجزاء منه آآ عمل ولسه نشوف الباقي يعني في السلسلة طبعا السلسلة متكاملة مع بعضها هو جزء بتاع دكتور عاطف هرأي جزء من السلسلة نفسها يعني اتنمش مفاصلين على بعض. في حاجات انا قلتها قبل كده هتتكرر وفي حاجات مالهاش لازمة مفيش لازمة يعني سهلة قوي. فمش محتاج انها تتكرر. فاللي مش فاهم بعض الحاجات اللي احنا قلناها هنا. يتفرج على باع حالات السلسلة هو لان السلسلة تكاملت مع بعضها ان هو فيهم كل حاجة بل ان في حاجات اتكرارت اكتر من مرة هو فيما وصائبة كويسة. بعد كده الزرار بتاع الواس تعدد وضع الطبيعي اني نضغط على الزرار ده بحيس انها ترجع الوضعات او النافذة ترجع لحجمها او وضعات طبيعي اللي كانت عليه قبل كده. ده اسمه طبعا ده الحد. الاطار يعني. ده انا عايز اغير حجم نفذة بقم اضغط على الحد ده او نرجع او ضغط على الحد ده من هنا واقف هنا هيتحول لسه من ابدأ اشده يعني اضغط ومشربش ايدي من على زرار الماوس الايصر زرار الماوس الشمال وشربش ايدي اكبر وصغر وارجع واطلع زي من عايز. ده الفلوب اه اه درارف طبعا محرك الاقراس. المارينة. ده سيدي روم درايف هو حقيقة من سيدي روم وحقيقة هنا هو ديفي دي او مكتوب عليه ديفي دي. انا عارفين الفان ما من الصوات السيدي والدي في دي. اه من الحلقات السبقة من السلسلة. محرك الاقراس المدمجة. ده محرك الاقراس المدمجة. الان ايهم طبعا الان من نسبة لي هما يشغل , يشغل يشغل . الحلوبي زي ما احنا قولنا محرك الاقراص من وزرق انما الاقراص المدمجة اللي هي الاما بتلمعه لمعانا عادي وعلى الان تلمعها ذات الصمرة فالليون ها اسمر ديت اا فالليون ها اسمر يبقى هي ديفيديو الهارد ديسك درايفز محركات القرص الصد محركات القرص الصد محركات القرص الصدره ها محتويات الهارد ديسك بتاعي فعلا بقى الحاجات اللي انا قدر اخش عليها جواه كمبيوتر واتعامل معها بقى بحيث ان انا استفيد من حاجات الموجودة عندي على الجهاز دولة هما اسمون فولدر اللي هو الاصفر ده اسمه فولدر جواها لائي فايلات طب فين الفايلات هنا او فايلات موجودة الوحدة ديسكست واتشتي امي اللي دي يبقى دي فايلات موجودة الوحدة ودية ايه فولدرات عندي اكتر من طريقة لعرض محتويات نافذة الحاجات اللي جواه دي ممكن اعرضها باكتر من طريقة ده وده وده ممكن اكبرهم وصغرهم واعرضهم بحسنين اشوف حجمهم واشوف التاريخ اللي انا عملتهم فيه واشوف التاريخ اللي انا رجعت عدلت فيهم سوف اخر مرة دخلت فيهم امتى الكلام ده فانا وضغطت click يمين وجبت change icons الايكونات ديت اغيرها بقى زي ما انا عايز دي كلها اسمها ايكونات فانا change icons اه اصلي مش 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 change icons لا. من view اصلي. لو ضغطت هنا view هفتح الاكتر من وضعيه زي ما هو عمل هنا. view هلقي thumbnails وikons وليست وdetails. الخمس. بيخلهم لي مفيدة او دي في الصور لانه بيكبرها لي قوي بيخليها لي باينة بيخلي الحاجات اللي جواها باينة ولو كان جواه صور بيعرضها بيعرض الصور اللي موجود. انما لو كانت هي صورة بقى بيعرض للصورة كاملة في شكلها احسن. فهذا ده بيبقى غريب الناس بيستخدمه في الصور. والايكونز زاد ناس بيستخدمه في الحاجات العادية. لما بيكون عندك حاجة طويلة جدا اه محتويات كتير اه بتعملهم list او details. انت بتانيك تجرب لحد ما تشوف الوضعات المناسبة لك طبعا الموضوع ده بيختلف من شخص الاخر يعني. فده شكل الايكونز. لما تبقى ايكونز هتبقى كده. ده شكل الطايلز. لو خدت بالك. تفرق. ده شكل. زي ما قلنا هون. شوف المحتويات اللي موجودة ديت جوه الصور اللي موجودة جوه الفولدر ده ظهرت اه اربع صور منها على الفولدر على الفولدر نفسه. ده شكل الليست. ده شكل الايه? ال details. شكل details فيه ميزة بقى ان هو بيجيب لك الاسماء النام اهو. وبعدين size الحجم. وبعدين type النوع. وبعدين date modified يعني تاريخ التعديل. تاريخ اخر تعديل انت عديلت في اه? الملفات دي دخلت جواها وزبطت حاجات وحزفت حاجات وشلت حاجات وحطيت حاجات كده. خلاص? عندي طبعا ان انا اطلع لفوق. اطلع مجلد لفوق. انا الحاجة جوه. يعني بص اخش على ماي كمبيوتر. خلاص? اخش من جاي كمبيوتر على الحاجة تانية. كويس? اهو. دخلت من ماي كمبيوتر على الحاجة تالتة. كويس? رجعت من هنا بقى ما طلعتش فوق. وبعدين دخلت على جنبها لا. يعني بقى ماي اطلع على الفوق وبعد لي كل الحاجات. اخترر ان اتوقع دي او دي. كما انا عايز. انما باك بيعود لي اخر صفحة كنت فيه. او اخر اه 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 وانتو كنت فتحه. لو في النت اخر صفحة كنت فيه. يعني لو كنت في الصفحة انت اتنين. بعدين اضعي التلات. بعدين اضعي واحد. وبعدين واحد اتنين. هيقول لي ايه طب انتا ممكن تخش اتنين او واحد او 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 اللي قبل واحد كمان صفر خلاص بيديني الخيارات انا بقف على لانا عايزه اشغاله يبقى للرجوع للشاشة السابقة انما قبل المجلد الاعلى ماشي باك ديت ممكن اعملها بدل ما اعملها بالزرار بتاع باك كمان اعملها بالباك اس بيس اللي هو قلنا ممكن تلاقي رمزه في كيبورد بتاعك ساهم فوق زرار ساهم اللي فوق زرار انشاء مجلد جديد دلوقتي انا انا جايب حاجة جديدة وحايز احطها عندي على الجهاز فعايز اعمل لها مجلد جديد بقى اضغط في اي حطة فاضي يمين بيفتح للنفسة دي الانفزة دي معتادة عمو شوى جدا عندنا بقى اضغط في اي حطة فاضي يمين ده في قلب في ماء كمبيوتر انما طبعا الموضوع ده هيختلف شوية لو كنت على على الديسكتوب هيختلف اكتر لو كنت واقف على حاجة معينة يعني على فولدر من فولدرات دي اتوقف تكليك يمين ضغط كليك يمين هيفتح لقائمة متعلقة بالفولدر ده انما في حطة فاضي يفتح لقائمة العامة دي بقى القائمة العامة فضغط كليك يمين من نيو اقف على نيو وبعد نختار فوق فولدر اول واحدة خلاص هيعمل لي بقى نيو فولدر بقول لي سميه اه مدام على مدام متحاوب بالمستطيل ده وكده ازا ما نقدر اسميه اد اكتب هليقى الكتابة مسلا انجليزية هحولها العرب ازاي قلت شفت قلت مع الاستمرار وشفت ضغط واحد اغير هو هنا كتابة انجليزية مسلا نسمى الفولدر الجديد ده اضغط بقى كليك يمين على عاطف سيفتح القائمة لو خدت بالك ده بقى متعلق بالفولدر لسمه عاطف انما القائمة اللي كانت قبل كده اللي هي ديت دي متعلقة بقائمة عامة يعني قائمة عامة متعلقة باية بالحاجات دي كلها مع بعض يعني بكل امكانات والخاص المتحالي بشكل عام انما هنا المتحالي بايه على الفولدر ده فطبعا ايه بيبقى متحل لحاجات اكتر خلاص من ضمن هذه الحاجات نعمل له رينايم ان الاسم ده مش عاجمني عايز عمليا يعني ساميء اسم جديد. رينيم اعادة اسمية. ممكن بدل رينيم واجع القلب ده. اضغط عليها. اعلمها بس. خليها زرقة. كريك شمال ضغطة واحدة. ضغطتين هخش جواه. نما ضغطة واحدة اعلم عليها. واضغط اف اتنين. فكده اعمل لها رينيم. بدل ما اضغط كريك مين ومش كريك مين. بعد كده ده لو انا عايز احزفه. طبعا لما احزفه كده هو اديه ريسايكل بينه. ومن الرسايكل بينه اروح الرسايكل بينه وعمل لها امتي? يعني افضل الرسايكل بينه. ده دليد. ممكن كمان اراح دماغي وبدل ما اعمل كده هتوسع على الزرورة اسمه دليد في الكيبورد. اللي احنا شفناه. في الكيبورد. قبل كده. اه الزرورة اسمه دليد ده اضغط عليه اه اعلم على الحاجة برضه. اي حاجة بعوز اعملها في الكمبيوتر لازم اعلم عليها الاول. طبيعي يعني. ما قدامه الكمبيوتر عشرة حاجات. هو يعرف من ان انت عايزه. لازم تعلم عليه. اعلم عليه ازاي? اضغط عليه ضغط واحدة شمال. وبعد ان اضغط على الكيبورد لي. تبقى هيحزف الحاجة دليد. دخل جهه عاطف وعمل كمان اه ثلاث فولدرات. يعني دخل جهه عاطف ده وعمل عاطف واحد واثنين وثلاثة. نسخ ملف من مجلد الاخر. في حاجة بقى اسمها النسخ كوبي. وفي حاجة اسمها كط القص. النسخ هو ان انا عندي الحاجة ديت. هنا. كويس? انا عايزة اوديها هناك. هقوم واخد نسخة منها بحيث ان انا سباها في مكان وهوم شديدة كده هو. وموديها هناك. يبقى انا عملت منها ايه? نسخة. يبقى انا عند الاصل. وعند النسخة. فيه فرق ما بينهم. الكمبيوتر ما بيعملش فرق ما بين الاصل ونسخة خالص. يعني الانين زيبع. كويس كده. طب. الكطب عكس كده. هو ان انا عندي اصل. وعندي نسخة. عندي اصل. عايزة اعمل منه نسخة. بس مش اعمل منه نسخة بقى هنا. هنا هاخد الاصل ده اوديه حتة تانية. عشان كده ابقى بسميه قط اصل. يبقى الاولانية انا سيبت الاصل زي ما هو اوديته في حتة جديدة. انما التانية انا هاخد الاصل ده اوديه هنا. كويس. وامساحه من هنا. يبقى يبقى في ايه? في مكان واحد. اه. يبقى انا ايه? يبقى النسخ بيخليها الحاجة موجودة في مكانين. انما القص بيخليها موجودة في ايه? في مكان واحد. ده الفرق ما بين ده الاولاني اللي احنا عملنا ده اسمه كوبي. والتاني اسمه قط. والتاني ده اسمه ايه? قط. يبقى دي كوبي وقط. الحاجتين دولت هما اللي ايه? اللي بعملهم ده الفرق ما بين الناسخ وقص. اولانية كوبي. اخدت منه النسخة وديتها حتة تانية. التانية قط. اتعطاها من حتة وديتها حتة جديدة. بعد ما بعمل كوبي او قط بروح الحتة الجديدة وبعمل حاجة سهلة جدا بتاكي كليك ايمين واعمل بيست. هنا ضغط على حاجة كليك ايمين عندي قط وكوبي او. بختار انا عايز اعملها قط يعني اوصاها من حتة ديت خالص ولا كوبي اخد منها نسخة بس. واسيب اصلاها زي ما هو هنا. فهو عمل كوبي. ده النسخ. وبعدين بروح الحتة الجديدة. ان انا عايز اروحها اه اه اشوف اللي احنا كنا نبدون عليها هو المصار. ده اسمه ايه? المصار هنا. اه لازم تكتب له كده. قول له ادي وبعدين نقطتين فوق بعض دوت. وبعدين سلاش بعدين عاطف. بعدين سلاش. بعدين. ملا قد تتبote ان/. وبعد بعدين عاطف وسلاش. بعدين عاطف وسلاش و بعدين عاطف واحد. ايه. واه. لو انت حافظ المصار ده kunne اكتب هولو قد يمكنك بحافظه فتخش بالماوس و ترح دماء. اماش ماش. و بعدين تجاكل هنا المكان الجديد出來 فا BECKya مين بقى و بيست. احنا عملنا ايه هنا؟ عملنا كوبي read. اخدنا منا نسخة. وبعدين قعدنا نلف في الجازل حدا وصلنا حيطة الجديدة وبعدين نعمل ايه بست يعني نسخة هي يعني قصد لازق تمام طب لو كنا عملنا قط كان هيشال من هنا خالص كان هيتمسح من هنا وهيروح للمكان الجديد بس إنما مست النسخ ان هو بيسبو لك في مكانه تمام في حاجة باسمها النقل اللي هي قط بقى قط ديت اللي هي النقل موف موف فروم فولدر طوق ناسم قط قص وبعدين هنا نعمل ايه نعمل هنا ايه بيست الوضع بيقول لك لو انت عايز تشغل الويندوز اكسبرور مستخشف الويندوز في ناس كتير بتفضل حكاية ان احنا ما نشتغلش جوه الجهاز بشكل العرض لعادي لا نشتغل بالويندوز اكسبرور رب ازاي فتح الويندوز اكسبرور قال لك لو ضغطت كليك مين على قائمة ستارت هتختار هنا من هنا اكسبرور هيتفتح لك في حل تاني انك تضغط اا ال�زرار بتاع الويندوز العلمة بتاع الويندوز دي هي اتلاقيها جنب زرار ما بين كنتلور وآلت ما بين كنتلور واقلت خلاص ما بين كنتلور وآلت على الشمال او ما بين كنترول وآلت على ما يومين بس هتلاقي ايه جنبها الزرار على الكيبورد بتاعتها تلاقي جنبها الزرار بتاع القوائم اللي احنا قلنا عليها قبل كده. المهمة تضغط ويندوز مع الاستمرار الزائد ديت يعني ما تشيلش ايدك يعني الاثنين لازمة نقوم مع بعض فما تشيلش ايدك تضغط على على من اشوفك من البص كده فنضغط على هذا الاول وبعدين ده نضغط على الويندوز تزور الويندوز وبعدين الايه هيتفتح لي بقى الويندوز اكسبرار هو شكله عامل ازاي او ممكن زي ما قولنا ايه الحالة التانية اننا اضغط هناك لكي من واجب اكسبرار ممكن اضغط على يظهر عامل اضغط على فولدرس يفتح لي بقى الويندوز اكسببوار بعرف ان هي ان هو ويندوز العادي او الشكل العادي من العلامة ده خاصة ان هنا يلاقي ويندوز اكسببوار وبص ان اقام على فولدرس الحكتين دولار داللينا انها اشغال من ويندوز اكسببوار خلاص كويس الويندوز اكسببوار ده في ميزة انه هو يعني في بعض انماط من الفيروسات ما بتتنيلش عن طريق الويندوز اكس بلورا يعني لو انت فتح حاجة بالويندوز اكس بلورا وفيه فيروس من حتة حتة ما بتتنيلش بحكاية لانه بيعتبرك ان انت بتتصفح الجهاز بتتصفحه بس انه ما مش شغال عليه فهو بعض الفيروسات مبنية على انك انت لما تيجي تخش على الجهاز انها تشتغل لو ما دخلتش هي مش هتشتغل فهو مفيد في حاجة زي كده مهم نجي بقى هتلاقي فتح لك القائمة دي علامة الزائد معناه ان الحاجات دي جواها حاجات جديدة يعني انت لو دغطتم على علامة الزائد افتح لك حاجات تانية وتالتة وربعة جواه الحاجات اللي ت申الاتها تفتح حين انها تكون لحد ما تبقى ايه ناقص اذك ده لما تبقى ناقص يعني انت مستط hello وختلاها في الماكمبيوتر فقط بتخلي considered موجود مامور temperature ولما فتحه دامها كل حاجات دي خلس? خلائعECH يعني مستطيعينyn تقفروا الرصة الطويلة دي ماس تطبع على علامة اللقص تضغط على علامة الزيائتهم وتفتح لها هذه هي المحركات والمجالدات والشيئات الموجودة لديك وهذه المحتويات المحرك والمجالد الحالي التي تختارها من هنا تختار C أختار هذا مجال على عاطف C2 نسمي عاطف C2 اللى هو ال 보اتر ايبغا طبعا ما لم نضعها هو البرتزياد ايبغا ساحبها ب sebenعمل الاسلاميات فان تجد على او البرتزياد ساحبة كن last question انما نديده باسم ان الكومبيوتريا بيجعله со معدما انه ساحب العديدة الان ساحبة يوجد ساحبة قرأة د فاضتا en pin ذهب بمحتوى الاتطور لو انت عايز تفردها ضغط على الزائد فردها لك لو انت عايز ترمها تضغط على ناقصة لما ضغط على عاطف ففتح لك عاطف ايه واحد واثنين وثلاثة كويس جدا فيه حاجة بها اسنان اسمها نسخ ملف المجلد لاخر بالسحب والافلات يعني ايه السحب والافلات السحب والافلات اللي قلنا عليها بجد هاقف على الحاجة وقوم ضغط عليها ضغطة شمال ومشيلش ايدي وأودي جديدها الى الحتة الجديدة اللي انا عايز ها تروح فيه يعني فان هنا الموضوع ده في Far along czy within ilimic والفي القرآن الكريم والمال في القرآن الكريم في العجم وهنا اللغبة تيجوا من عن الف والانج Ori권 ملت في الاسلام دغبت اناiew على صوت النساء دية عايزة والديها الحتة ثانية فهو ضغط عليها وسحب overhe segurança وسحبها وب運aga الحتة الجديدة خلاص. يبقى انا لو ضغطت عليها من هنا واسحبتها وديتها الحتة الجديدة. كويس. طب والحتة الجديدة دي هي الهوى اللي انا عامل فيه. لا. انت فتحت هنا فايل جديد. وعايز تسحبها منها كده تودها لحد عاطف ثلاثة. فتروح حاطف ثلاثة. خلاص. يبقى هي تروح من اسلامك لفين من عاطف ثلاثة. يبقى السحب الملف بالزر الايسر الموس من مكانه الاصلي وافلته في المكان الجديد. يعني اسحبه من درجة دروب يعني. ساحبه الافلات دي اسمها درجة دروب بالانجليزة. تقوم ضغط عليه وشده مودي الحتة اللي انت عايز. خلاص? هنا مسلا. بس ساحبه والافلات في ايه? في الويندوز اكسبولور. بينبيها كده الحاجة المهمة ان الساحب والافلات من المجلة الاخر ممكن يبقى عملية نسخ ممكن يبقى عملية نقل ممكن يبقى كوبي وممكن يبقى موف. ممكن يبقى كوبي وممكن يبقى موف. الموف بتحصل لو انا بستخدم زرار الماوس الايسر. طبعا هو هنا بيتكلم عن زرار الماوس الايسر لحد الوقت. فالموف بتحصل لو انا بنقل المجلدين على نفس المحر. لو انا الفولدارين اللي انا بشغل عليهم على نفس الدرايف. يعني مسلا على درايف دي. نقلت من عطف واحد لعطف اتنين. خلاص? طب هما الاتنين في نفس الدرايف. فهو بيفتكر على طول او الاولوية عنده ان انت ايه? ان انت عايز ان انه مجرد من واحد الاتنين وخلاص. خلاص. انما امت بها يعتبر ان ايه كوبي لو كان. لو كنت عايز ان انه من الدي لقلب الاي او من الدي للاف. يبقى ده ارتشن داني خلص او درايف تاني خلاص. كويس. طب فرضنا ان واحد عايز يعمل سحب وفلات من غير ما يعمل الموضوع اللي احنا قلنا عليه ده. يعني 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 عايز يبقى صورة النساء مثلا. لو جاءنا هنا شوفنا صورة النساء. عايز يبقى صورة النساء موجودة على عطف واحد موجودة على عطف اتنين. بموضوع السحب الافلات ده. يضغط كليك يمين على الحاجة ويسحبها. يعني بدل ما هنا هو يضغط كليك يمين ويبدأ اسحبها. يضغط كليك يمين ويسحب في نفس العصر. قم لما تجي تتنقل يدب اخيارات. يقول لك وانت عايز كوبي هير ولا موه هير. كوبي هير يعني ايه يعني هياخد منها نسخة ويسيب القص زي ما هو. موه هير يعني هياخدها كت. يعني هياطعها من هنا واديها الحتة جديدة. خلاص? اهو سحب الملفة بزر الايمن للموس من مكانه الاصلي وافلاته في المكان الجديد. ده بس اقال لك ايه في تنبيه هنا ان هو ده بالزر الايمن. طبعا بالزر الايصر زي ما احنا وضحنا. نسخ نقل. في حاجة بقى اسمها يعني انت هتعمل له طريق مختصر بس. يعني انت هتسيب الاصل زي ما هو. بس هتقول لي ودهولي البتاع المكان الجديد على شكل طريق من مختصر. فيه ناس مش فهم موضوع طريق مختصر. احنا قلنا دلوقتي انا هفترض ان ده. ان الناحة اليمين ديت برتشن او الناحة اليمين قصدي فولدر اسمه واحد. وناحة شمال فولدر اسمه اتنين. كويس. عايزين نفرق ما بين الكات والكوبي والموضوع ده كله تاني. الكوبي قلنا ايه عندي حاجة هيا. هواديها الناحة التاني. فاخدها كوبي ووديها هين. باست. بقت موجودة هنا وهين. طيب الكات اخدها هي موجودة هين. اخدها كات ووديها هين. خلاص? وهاجي امسح دي. بتبقى موجودة في ناحية واحدة بس. بان هنا قطها كات. الشورت كات بقى. الشورت كات ان هي موجودة هنا. وانا مجرد هعمل لها طريق مختصر. من هنا. ده مجرد طريق. بحس ان انا من من واحد اقدر اخش على اتنين. اخشي لعلى اتنين. بس هنا لو خدت بالك انا لو دي مساحتها واحد. وتنقلت هنا كوبي هيبقى مساحتها ايه? واحد. فكده مسلا صورة النساء واخدها مساحها على الجهاز ايه? اتنين. في حين انها مساحتها اصلا واحد. هي لان即 inspections. لانها متقرر مرات تن. انها هنا واحدة. انها موجودة واحد مرة واحدة. انا انا ا développتي موجودة مرة واحدة. الشورت كات من ليه مش مساح. لان الشورت كات طريق مختصر. كما قلنا بنعفى الشورت كات من السهم اللي بيبقى فيه سهم. له الشمال التحت. ماmid Eastern في الفيديو اللي قبل قدر. في الفيديو اللي قبل كده. ده فرق مع من الشورت كات والكوب والموف والموضوع ده. خلاص? فالشورت كات دايما غالبا بلاقي شورت كاتس كتير على ديسك توب. الشورت كاتات او شورت كاتس ديت. يعني ما بتاخدش مساعة خالص. بس ايها مجرد طريق مختصر. بحيث ان انا ابقعد على ديسك توب اخش اي حاجة على الجهاز في ثانية. خلاص? انا عندي مسلا لعبة بحبها. او اه صورة بحبها. او فيديو او موقع او اي حاجة. اعمل لها شورت كات على ديسك توب. بحيث ان انا اول ما ادخل على الجهاز من على ديسك توب او اه داخل عليه. طب ازاي نعمل الموضوع ده? كليك يمين سند تو هنشوف كليك يمين سند تو او او وشوفناها قبل كده بس هنقولها بعدين كمان كليك يمين تضغط على الحاجة كليك يمين توقف على وتضغط على كليك يمين وبعدين سند تو وتختار تاني واحدة في سند تو اللي هي ديسك توب شورت كات. فانت كده هتوداش شورت كات. عمل ايه? عمل طريق مختصر او طبعا بالشكل اللي احنا قلنا عليه ده ممكن ان تجي تعمل لها طريق مختصر في قلب الفولدر اللي انت اعوز. في ايه حاجة اسمها الاختيار المتعدد? اختيار عناصر متجورة اختيار مستمر ازاي بعمل? انا الوقت عندي الصور دي وراء بعض انا عايز اخد زي ما هو عمل كده اعمل ايه? او مضغط من هنا كليك كشمال زي ما هو عمل بالزبط او هو وقف هنا بالزبط انا اقول لك اللي هو عمل هو وقف هنا وضغط كليك كبير. وم ايه المشي جدا. وبعدين ام نازل تحت. بس. اتفتح مع المستاطين ده واعلمنا على الصور دي كلها. ايه فايدة انهم يعلموا على الصور دي كلها? ان اللي هسر على واحد هذه yang السر على كل. لو اخدتهم كد يبقى تاخدهم كلهم. لو اخدت هم كوبي يبقى تاخدهم كلهم. لو عملت له شرط اصد يبقى تعملون كلهم. خلاص لو عملت للهvol ал интересно يبقى تعملون كلهم. يبقى ده اللي اخترتهم كلهم. تمام. في حاجة تانية بقى اسمها الشفت زائد ليفت كليك. اضغط على زرار شفت. واختار اول حاجة انا عايزة. اللي هي صورة النساء. ومشيلش ايدينا على شفت. واختار اخر حاجة انا عايزة. اكتشف ان هو علمني على ما بينه. خلاص? يبقى اضغط على زرار شفت. تاني هو. اضغط على زرار شفت. وبعدين اضغط بالماوس كليك شمال على الحاجة اللي انا عايزة. وبعدين اضغط על شمال على اخر حاجة انا عايزة. هنا اول حاجة انا عايزة. هنا اخر حاجة انا عايزة. وبعدين اللي في الوسط هختارهم هو تلقاء. خلاص? في حاجة بس بمختار من تقطع. طب الحاجات اللي انا عايز floating مش هراء بعض. قال لك وبقى تضغط على Cav Lei بدل Shift والتغنيق بقى تختار اللي انت عايزو. انا عايز صوت الى عمران. وبعدين صوت الانعم. بعدين صوت الكهف. بعدين صوت يوسف و بعدين صوت الحجل فاختر بالترتيب اللي انا شفته ده او بالشكل اللي انتم شفته ده خلاص خمس سكات اختطط فيهم خمس حاجات مش مشيناه بعض كنترول وقت النين اضغط بقى اه زي ما انا عايز ما شد شي اضغط غير في الاخر خالص بعد ما خلص خالص و اشيل ايه بالماوس اول بعدين اشيل ايه من على كنترول اضغط على كنترول ثاني هون اضغط على كنترول بعدين العمران و بعدين انعام و بعدين اعرق الكهف و بعدين يوسف و بعدين حاجة خلاص فهو تلاقي تحت فلسلتي زبار قال لك ايه خمسة دي انت اخترت خمس حاجات يعني هو دايما يقول لك وانت عملت تعمل ايه بتعمل ايه او عملت ايه في حاجة طب افرق بعد كده اكتشفت ان انا مش عايز صوت الكهف او يعني انا مش مش عايز يعني ايه مش عايز انقل صوت الكهف صوت الكهف عايز يسيبع هنا والتالي تانيه مسلا نروح منهم طالبهم طالبهم على فلاش فانا اه هنقلهم خلاص فانا اخترت كنت اخترته طب عايز ارجع في كلامي ارجع اضغط على كنترون واجع اختارها تاني يبقى اختيارها وهي مختارة هيطير الاختيار يعني انا هختارها وانا فعلا كنت بختارها قبل كده في خلاص لانها يروحوا مع بعض انا كنت بختار واحد اتنين تلاتة اربعة هنا كنت بختار خمسة واشال انا اختار انا افضل ان انا كنت بختار الاربعة دوقت وعايز اه ارجع في كلامي بنسبة لسوتك اخدت على كنترول واختارها تاني يبقى اي روح الاختار من العانية اقف على اي واحد فيهم اتاكي اي واحد بقى اي واحد بقى اتاكي اتاكي اي امين واعمل كوب او بيست او كات او اي حاجة من اه كوب او كات اه زي ما انا عايز او رينيم كوب او كوب او كات او رينيم او ديليكت في قليل الوقت انت بختار ثلاثة ثالث حاجات طب افرد ان دخلت وعايزا المصحف كله اعمل ايه كنترول كنترول زائد ايه? كنترول على الاستمرار زائد ايه? يبقى ده يعمل اخترهم كلهم. ورا ايه? ورا يحدي ماغي بدل ما ام عامل مستطيل من هنا لحد تحت خالص? لا انا رايح دماغي وايه? وعمل كنترول ايه? فيقول لي مية وخمستاشر. اه يبدو ان فيه فايل زيادة. طبعا عدد صور مية وربعتاشر. فيبدو ان فيه فايل زيادة مع مع الصور. مية وخمستاشر يعني ايه? انت مختار دلوقتي مية وخمستاشر حاجة. خلاص? لو ضغطنا على ايدة هنلاقي في حاجة اسمها ايه? كمان اللي هي ايه? دلما بلق الحاجة ايه? واختصارها ايه. يعني لو انا معلم على حاجة وعايز اعملها ممكن بدلا ما اضغط على اضغط كنترول اكس. بقى انا كده هعملها كده. واروح حتة تانية واضغط كنترول في. مكان الجديد. يبقى انا هعملها بس. طب الكوب بكنترول سي. بقى انا عندي ده اختلاصات مشوين او كنترول اكس. اعمل لها كده كده. اعمل لكم بكنترول في. اعمل لها ايه? اعمل لها بس. كنترول ايه? اختر كل الحاجات ايه? مع بعض. اه كده الباور بوينت ده اه خلص. شكرا لكم على حسس معكم وارجوا انكم تكونوا قد استفدتم معنا بالشرح ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة